كل صحابي لما دخلت اضابير التاريخ عندما بلغ بالرسالة تردد او انتظر او تريث او مكت برهة ثم عاد مسلما كل الصحابة يشذ عن هذه القاعدة هذا الانسان العظيم الذي صاغه ربه صياغة خاصة صديق الامة رضوان الله عليه اللهم اجمعنا بهم في جنة عرضها السماوات والارض قال ما من مسلم او ما من رجل دعوته للاسلام الا وجدت عنده كبوة كبوة يعني تردد هكذا يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم الا ابا بكر ما ان دعوته حتى اسلم الغريب في ابي بكر هذا رقم واحد لو وضع ايمان الامة في كفة وايمان ابي بكر في كفة لرجحت كفة ايمان ابي بكر ما هذا الانسان سبحان الله يقول الرسول في اخر خطبة سدوا الفتحات المؤدية الى المسجد كان الصحابة يبنون بيوتهم ويفتحون بابا من بيته ومن داره الى المسجد سدوا كل الكوات والفتحات الا باب ابي بكر ما من احد منكم له عندنا يد يعني عمل فينا معروف الا وكفأناه عليها الا ابا بكر فان له يدا لن يكافئه عليها الا الله رب العالمين لما لاحى عمر ابا بكر مرة جدال يعني فدخر الرسول صلى سلم وعمر يجادل ابا بكر فاذا بالحبيب يحتضن ويلتزم صاحبه ويقول هل لا تركتم لي صاحبي يعني الا هذا فقال عمر فما لاحيت ابا بكر بعدها سبحان الله القضايا كثيرة ولكن انا اريد ان اقف عند نقطة مهمة بمناسبة نهاية الشهر الكريم ابو بكر رضي الله عنه لم يعاني ابدا مرارة الفقر الذي عاناه ابو هريرة وابو ذر لكن في الميزان هو افضل منهم لم يعاني تعذيبا كما عانى بلال وعمار وسمية وعبد الله بن مسعود اذا وذع في الميزان كان خيرا منهم لم يعاني جراحات في الحروب كما عانى او جرح طلحة رضوان الله عليه او ابو عبيدة او سعد بن معاذ ولكنه اذا وزن كان خيرا منهم لم يرزق الشهادة في سبيل الله كما رزقها عمر رضوان الله عليه وارزقها وارزقها واوتيها اكرمة ابن ابي جهل والذين استشهدوا وحمضلت في سبيل الله لكن اذا وزنوا به كان خيرا منهم عجبا يعني لا لا مررة فقر ولا جراحات حرب ولا تعذيب من مجرمين سبحان الله العظيم ولا كل هذا لكنه كان خير الامة بعد رسول الله لماذا هنا هنا الشاهد يقول عبد الله بن ابي بكر المزني وهو يزن في اه ويقارن بين صحابة الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد سبق القوم ابو بكر بشيء وقر في قلبه اشتركوا في القناة